مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لوفي كيفما تعودوا في كل يوم معنا أخبار وأحداث جديدة ومثل نوعها اليوم بيش نحكيه على تصريحات ألفا يوسف اللي قالت نحن مجرد قطعاتنا في بلد يحكمه بغالة يهرون أنفسهم في أوهامهم أصودا هذا التصريح متاع ألفا بتبيعة تكفي جولة صباحية في هذا الصيف القائد لترى أكداس المواطنين أمام البنوك والبريد مايفهموش والله مايفهمو ولكنها مو مختلف المصالح بعضهم جالسا أرضا وبعضهم متكأ على الجدار البعض يحمي رأسه من الشمس والبعض الآخر يترك أشعة الشمس تذيب ما بقي من خلايا دماغه أذكر أنا الخمسينية أن الأمر لم يكن كذلك منذ عقود لماذا امتهنا هكذا؟ هل زاد عددنا إلى هذا الحد؟ لكن عدد المصالح زاد وعدد الموظفين انفجر وعدد المهاجرين تضعف أين التكنولوجيا الحادثة من حل مشاكل الناس البسيطة؟ أين خير البلاد تضيع فيها جزء من الوقت؟ وبعضها من صحتك النفسية والجسدية وكثيرا من احترامك لنفسك لمجرد قضاء حاجة عادية قد لا تحتاج إلى الخروج من المنزل لقضائها في بلدنا أخرى نجم بالكارتة كنسهلون لهم رأي نستكلتش بالكارتة ومرتحين ويجرؤوا بعضهم أن يتحدث عن حماية الديمقراطية عندما نصبح مواطنون يكون لكل حادث حديث نحن الآن مجرد قطعان في بلد يحكمه بغال يرون أنفسهم في أوهيمهم أسود لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقول لكم باي باي